ولنقاش ملف تورط ميليشيا حزب الله في تخزين الذخيرة والسلاح في مناطق سكنية ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة زيوريخة سويسرية الناشط السياسي اللبناني فرانكو عبدالقادر أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا بكم وفقا لشهادات من عناصر منشقين من حزب الله وتقارير أكدت استخدام حزب الله للمناطق المدنية لتخزين السلاح والذخيرة كيف يفسر استغلال المناطق المأهولة بالسكان لتخزين الأسلحة والإبقاء عليها خاصة بعد كارثة مرفأ بيروت بداية تحية لك وللمشاهدين الكرام أهلا بكم تخزين حزب الله للأسلحة والصواريخ بين السكان ليس جديد على استراتيجية حزب الله أبدا لأن حزب الله دائبة على استعمال اللبنانيين وخاصة البيئة الحاضنة على استعمالهم كدلوع بشرية وللأسف الدولة اللبنانية كتير مستهترة بها الموضوع وطبعا لأنه الدولة اللبنانية ما بتقدر تعمل أي شيء مع حزب الله وتمنعه عن أنه يعمل أي شيء باللبنان لأنه طبعا لبنان يعني لبنان يخضع كلياً لحزب الله وبالتالي هو بيقدر يعمل اللي بتضيح حزب الله الصواريخ مشكلة الصواريخ والذخيرة اللي بيخبيها حزب الله بين المدن والكرة والمناطق اللبنانيين الأهلة لأنه بتبعده عن الأقمار الصناعية وبالتالي يسهل حملها ويسهل يعني أنه الشاحنات أنه ما تتميز لأنه إذا كانت بالضيع أو بالمناطق المهجورة أو بالجبال والوديان الأقمار الصناعية لح تقدر تكشفها وبالتالي لح تكصفها مثل ما كانت تكصف الأهداف الإيرانية وأهداءه والعسكرية تبعيد حزب الله بسوريا وبالتالي من هالمنطلق حزب الله أدم فيه بيحاول يخزن هذه الأسلحة والصواريخ بين العالم وبين المدن والمناطق المأهولة كي لا تتجرأ إسرائيل على قصة وبالتالي تأدي إلى خسائر كبيرة بين البشر بالحديث عن هذه الصور بالأقمار الصناعية نشر جيش الاحتلال الصهيوني صورا التقطها بالأقمار الصناعية عن مناطق جديدة يخزن فيها حزب الله السلاح ما مدى خطورة تعرض هذه المواقع للقصف مثل ما أشرت قبل قليل مثل ما قالت قبل شوي أنه هذا الموضوع يعني حزب الله شبه متأكد أنه إسرائيل صحيح عنده وحشية ولكن ليست بالوحشية المطلقة اللي كان بيتمطع فيها النظام الأسد حيث كان يقصف المدنيين بالقنابل بالبراميل المتفجرة هو بيعرف أن الإسرائيليين ما بيقدروا يعملوا هاك شيء أمام العالم أجمع لأن الإسرائيليين بيحاولوا يحافظوا على صورته نوعا ما على أنه شعب متحضر يعني وعنده ديمقراطية وبيخاف على الحياة البشرية وبالتالي حزب الله يعول على ذلك وشبه متأكد حزب الله أنه إسرائيل يعني ما ممكن أنه تتجرق وتكسف منطقة يعني أهل بالسكان لدرجة أنه تروح مئات الأشخاص كي تتخلص من أسلحة مخزانة حزب الله بس بحتيت أنا هلأ بعد انفجار المرفق تغيرت كواعد اللعبة وأصبحنا شبه متأكدين وحتى أنه الشعب اللبناني للأسف يعني صار حاطت إيده على قلبه ويعني شبه متأكد أنه ما بقى فيه شيء هلأ اللي حيرضع إسرائيل أنه تكسف المواقع اللي بتشك أنه فيها أسلحة وهي ده يعني انفجار المرفق بأربع آب بيأكد هالشيء بيأكد أنه إسرائيل يعني مش غريب مش أنه مستحيل أنه تكسف مواقع بتشك أنه فيها أسلحة ممكن تشكل خطر عليها وحتى لو كانت مناطق أهل بالسكان المدنيين في ظل الحديث المستمر منذ سنوات عن منع هذه الأسلحة التي بحيازة حزب الله وغيره من الميليشيات من بيده سلطة القرار لسحب هذه الأسلحة والتي هي بالنهاية تهدد الأمن العام للبنان واللبنانيين صحيح لا شك كلها نعرف أنه سلاح حزب الله كلها ياته جاي من إيران وبالتالي سلاح حزب الله كمان سلاح عقائدي يعني سلاح حزب الله عم بيهيقوا على طبعاً هذه بعقيدة حزب الله عم بيهيق لظهور المهدي المنتظر ولازم يكونوا يعني هذا السلاح مقدس وما أحداً فيه يقدر ما أحداً بيقدر يمس بهذا السلاح من وجهة نظر حزب الله طبعاً كل الأحزاب الدينية يعني بتؤمن بأشياء الواحد يعني حتى ونحن بتؤمن بأشياء أكيد العالم بيختلفوا عليها بس إنما أنه نحن اللبنانيين ما فينا نتخلص من هذا السلاح أبداً الدولة اللبنانية ليست قادرة باتاً على البد بسلاح حزب الله لأنه أول شيء حزب الله يعني عنده يعني في عنده الشيعة بينتخبوه بالانتخابات النيابية وعنده شعبية حتى الآن أكيد شعبيته هلأ مثل كل الأحزاب المتهمة بالفساد والصارقة والهدر شعبيته هلأ صارت كمان بالحديد أسوة بكل الأحزاب السياسية الحاكمة هلأ بلبنان وهو يعد حزب حاكم أما الدولة البنانية للأسف ما فيها تعمل أي شيء مع سلح حزب الله لأنه سلاح حزب الله إقليبي وأقوى من الدولة اللبنانية وبالتالي يعني ما بتتجرأ أنه تسحب السلاح منه لحزب الله لأنه هو الآمر الناهي بالبلد لكن كيف سينعكس سلوكه بحيازة السلاح وتهديد المدنيين على الشارع اللبناني وكذلك الواقع السياسي اللبناني في ظل الأزمة الحالية هذا صحي للأسف سلاح حزب الله يتحكم كمان بالمشهد السياسي باللبنان متل ما بنعرف أنه استعمل سلاحه بسبع أيار بال2008 ورجع بعده بسنوات كمان استعمل ما استعمل سلاحه النبا يعني نزل مقاتلينه على الشوارع تلوا الجبل كانوا لابسين كمسان صود تيار سوداء فسموهم اللبنانيين أصحاب الكمسان الصود وقت نزلوا على البلد وهددوا الحكومة اللبنانية بعدم هددوا النواب اللبنانيين بعدم انتخاب شخص وبالتالي هذا السلاح عم بيأثر كثير على الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان اللبنانيين ما بيقدروا يضعيشوا أبدا مع هيدا السلاح لأنه هيدا السلاح بيكود كل الديمقراطية اللي كان بيتمتع فيها لبنان نحنا كلنا بنعرف أنه للأسف حزب الله بيتحكم بكل شي باللبنان بالصادرات وبالواردات وبالسياسة الخارجية وبقرار الحرب والسلام وبالتالي هذا السلاح يعني للأسف مأثر على كل حياة اللبنانيين وطبعا هو حامي هذه السلطة الفاس دي من هون نحن فينا نعرف أنه ما فينا نعمل أي شي بوجود هيدا السلاح شكرا جزيلا لك نشطة السياسية لبناني فرانكو عبدالقادر حدفتنا عبر سكايب من مدينة زوريخ السويسرية